المسيرة الخضراء مصطلح يطلق على مظاهرة سلمية جماهيرية التي نظمها مالك المغرب لحسن الثاني في عام 1975 وذلك احتجاجا على الاحتلال الاسباني للأقاليم الجنوبية وهي التي تمثل صحراء المغرب قبل سنة 1956 كان المغرب محتل من طرف قوتين استعماريتين اسبانيا في المنطقة الشمالية والجنوبية فرنسا في المنطقة الوسطى في مارس سنة 1956 تمكننا من الاستقلال عن فرنسا بينما بعض المناطق في الشمال والجنوب ظلت تحت النفوذ الاسباني وفي سنة 1958 استرجع المغرب مدينة سيدي إفني ثم استرجع ترفاية سنة 1967 مع بقاع الأقاليم الجنوبية تحت النفوذ الاسباني بهدف استرجاع السحراء المغربية ضغط المغرب واحتكم إلى محكمة العدل الدولية يوم 24 شتنبير سنة 1974 وأكدت على وجود روابط البيعة التي تربط سكان السحراء بملوك المغرب رغم إنصاف محكمة العدل الدولية إلى أن إسبانيا رفضت الانسحاب من المغرب فرد الملك الحسن الثاني يوم 16 أكتوبر سنة 1975 ودعا إلى تنظيم أكبر مسيرة سلمية في تاريخ المغرب مسيرة خالدة نقشت حروفها في الذاكرة الحية للمغرب بعد التضحيات التي بدلها المغرب لتحرير أرضه نجحت المسيرة واسترجاعنا السحراء المغربية يوم 19 أكتوبر سنة 1975 من نفس العام وقع المغرب اتفاقية مع موريطانيا وإسبانيا استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمه الجميلية وهكذا شبيل عزيز قمنا بمسيرتي وقمنا بها أحسن قيام قمنا بها جاعلين منها وسيلة الضغط من جهة ووسيلة التقارب من جهة الأخرى فحينما أردنا أن نظهر عزمنا وقرارنا على أننا مستعدون الشعب المغربي كله لأن نستشهد في سبيل سحرائه كانت المسيرة عنوانا للشجاعة الإقدام والاستشهاد حينما قررنا أن نظهر على مدى تعلقك بحضارتك وبالقيام الروحية التي جعلت منك عبر التاريخ ذلك الشعب المهاب الجوانب المحترم المترجم ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر